اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة حلقتنا للاطباء والتمريض هنتكلم النهاردة على الجلاسكو جوماسكيل دعم القياس بنستخدمه في الاستقبال او في الطوارئ عشان نقيم حالة العيان من حيث الوعي بتاعه ومن حيث الاستجابة ودعم القياس او طريقة مهمة جدا عشان نعرف حالة العيان بتاعنا اللي جاي لنا في الطوارئ ودرجة الغيبوبة اللي هو فيها بالزبط جميل جدا انك لو انت دكتوره هتبلغ زميلك او هتبلغ السينيور بتاعك او لو انت ممرض وهتبلغ الدكتور اللي معاك انك تقول له مثلا انا معايا شاب جاي في حدثة سنه 35 سنة ذكر العلامات الحيوية بتاعته الضغط كزا النبض كزا سرعة التنفس كزا درجة الحرارة كزا والجلاسكو كوماسكيل بتاعه 13 حاجة جميلة جدا انك تبقى عارف الجلاسكو كوماسكيل الجلاسكو كوماسكيل بيعتمد على 3 عناصر رئيسية العيان بتاعك بيفتح العين لأي درجة زي ما هنعرف والسكور بتاعها من 1 لأربعة العيان اللي مش بيفتح خالص بياخد واحد مش بياخد صفر والعيان اللي بيفتحه كويس وكل حاجة ده بياخد أربعة زي ما هنعرف بعد شوية العنصر الثاني اللي هو الverbal response العيان بيتكلم وفاهم ولا لا والعنصر ده السكور بتاعه من واحد لخمسة العيان اللي مش بيتكلم خالص بياخد واحد والعيان الكويس زي ما هنعرف بياخد خمسة اما العنصر الثالث والاخير فهو موتور ريسبونس اللي هي اللي استجابة الحركية بتاعة العيان بتاعك العيان اللي بيسمع الكلام وبيرفع عيده ومش عارف ايه ده بياخد ستة العيان اللي مش بيتحرك خالص بياخد واحد فانت بتشوف العيان بتاعك خد في كل عنصر سكور كام وتجمعهم على بعض يديك الجلاسكو كوما سكيل اللي احنا بنتكلم عنه فمثلا اقل درجة في الجلاسكو كوما سكيل هتبقى كام؟ تلاتة حتى لو العيان ميت هياخد تلاتة واعلى درجة فيه خمستاشر ازاي بقى تقيم العناصر اللي احنا تكلمنا عنها دي اول عنصر هنتكلم عنه اللي هو eye opening العيان بيفتح عينه ولا لا فلو انت دخلت على العيان بتاعك لقيته اصلا مفتح عينيه وبيتفرج على الطوارئ بقى والاستقبال والقضاء عجباه وعمال يبص يمين وشمال فده spontaneous هو فاتح عينيه اصلا لوحده من غير ما انت تندح عليه ومن غير اي مؤسر تاني فالعيان ده بياخد اربعة full mark الدرجة كاملة اربعة اما لو انت دخلت على العيان بتاعك لقيته مغمت عينه فندهت عليه يعمل حج راح مفتح عينه في الحالة دي بياخد ثلاثة يعني معناها انه بيفتح عينه in response to verbal stimuli او لما تندح عليك طيب انت دخلت على العيان بتاعك لقيته مغمت عينه ندهت عليه يعمل حج مفتحش عينه فروح تعمله painfully stimuli ارسته يعني بتقرسه من اماكن محددة مثلا زي الترابيزيس العضلة اللي هنا دي ممكن تمسكها وتضغط عليها شوية لمدة عشر ثواني فانت عملت كده لقيت العيان فتح عينه يبقى في الحالة دي العيان ده بياخد اتنين اللي هو عنده response to painful stimuli طيب انت دخلت على العيان بتاعك لقيته مغمت عينه ندهت عليه مفتحش عينه ارسته مفتحش عينه يبقى في الحالة دي العيان بتاعك مفيش استجابة خالص فبياخد رقم واحد احنا قلنا مفيش صفر يبقى انت كده قيمت العيان بتاعك من ناحية eye opening من ناحية فتح عينيه عرفت ان ال score بتاعه في العنصر ده كذا العنصر التاني اللي هنتكلم عنه في الجلاسكو كوما سكيل اللي هو ال verbal response العيان بتاعك بيرد وبيتكلم ولا لأ اول حاجة لو انت بتتكلم مع العيان بتاعك والعيان بيرد عليك وفهمك بتقوله اسمك ايه سنك عنوانك يقول لك انا الحج مصطفى من المنصورة عند 40 سنة مثلا يبقى العيان ده ياخد الفول مارك اللي هو كام خمسة طيب انت بتتكلم مع العيان بتاعك وبعدين بتقوله اسمك ايه وسنك يقول لك انا الحج مصطفى عندي مزرعة في الحتة الفلانية انا الحج مصطفى وانا كويس الحمد لله بيرد اجابات غير الاسئلة اللي انت سألتها له او يرد نصها ويسيب نصها العيان confused العيان تاية في الحالة دي العيان ده بياخد score 4 طيب انت بتتكلم مع العيان بتاعك تقوله اسمك ايه سنك ايه عنوانك منين يقولك سيب سيب او يقولك اوعع او يقولك خير خير او اي كلمة تانية كلمات وليس بجمل وليس لها معنى وليس لها علاقة بالاسئلة يبقي العيان ده بيقول words كلمات فقط العيان ده ياخد 3 طيب انت بتتكلم مع العيان بتاعك بتسأله برضو اسمك سنك عنوانك اي حاجة العيان مش بيرد اصلا لكن بيطلع اسوات بيزوب اه مثلا يعني فاسوات بس ومفيش كلمات العيان ده بياخد اتنين اما العيان بتاعك لو انت عملت تكلمه ومفيش اي استجابة خالص ومش بيرد عليك فالعيان ده بياخد واحد احنا قلنا مفيش صفار يبقى انت كده عرفت كمان العنصر ده العيان بتاعك خد كام فيه اما العنصر التالت والاخير بقى اللي هو الموتور ريسبونس او الاستجابة الحركية بتاعت العيان بتاعك انت لو دخلت على العيان بتاعك وبتقول له افتح بقك اعمل حاجة وطلع لسانك فعمل كده فعلا ارفع ايدك اليمين لفوق رفعها هسلم علي سلم احنا قلنا السكور بتاع الموتور ريسبونس ده من واحد لستة فالعيان ده هياخد ستة الفول مارك طيب ايه العيان بتاعك بتقول له سلم ما بيسلمش افتح بقك ما بيفتحش فالعيان في شبه غيبوبة ومش بينفز الكلام فانت هتيجي تعمله برضو اصارة عن طريق الالم تيجي مثلا على الترابيزيس مصل العضلة اللي هي بتاعت الترابيزيس دي وتضغط عليها زي ما قلنا لمدة عشر ثواني فالعيان لو كانت حالته كويسة شوية وانت بتقرس هيقوم جاي بايده لحد الحتة اللي بتوجعه وممكن كمان يزوء ايدك في الحالة دي بنسميه بيقدر يحدد مكان الالم فالعيان ده اللي سكور بتاعه ياخد خمسة اما العيان لو انت مثلا جيت على ضفره وجيت تقرسه مقدرش يجيب ايده التانية ويعمل بان لا كل اللي عمله ان شد ايده يعني بيشيل ايده بس من الالم او لو انت جيت تقرسه مثلا من عنده ودنه فشد دراسه الناحية التانية و 있� Dare Dipane في الحالة دي العيان بتاعك بياخد 4 طيب العيان بتاعك جيت تعملله pressure على trapezius او تقرسه من العضلة دي فعمل الحاجة اسمها abnormal friction الحركة دي راح عمل إيدين الاثنين ضميمهم على نفسه كده وعمل كده الحركة دي اسمها abnormal friction والعيان ده في الحالة دي بياخد 3 طيب انت جيت تعمله pain felosimuli جيت تقرسه من trapezius او من ايده او من اي مكان في جسمه زي ما قلنا فعمل abnormal extension زي اللي في الصورة كده راح عامل الوضع ده كده فالabnormal extension ده بياخد رقم اتنين طيب انت عملتله البين في الستيميولاي ارزته والعيان ما استجبش خالص في الحالة دي بياخد رقم واحد احنا قلنا مفيش صفار يبقى انت كمان من ناحية motor response عرفت العيان بتاعك هياخد score كام بعد كده تجمع score بتاعك من التلت عناصر اللي انت اخدتهم من العيان فمثلا على سبيل المثال العيان لو انت دخلت عليه مغمط لكن لما ندهت عليه فاتح عينه يبقى كده هياخد score كام تلاتة يبقى في eye opening اللي score بتاعه تلاتة لو العيان بتاعك بتتكلم معاه وبيرد عليك لكن بيجاوب نص الاسئلة صحة ونصها غلط وبيجاوب اجابات مالهاش علاقة بالسؤال ففي الحالة دي هياخد كام اربعة يبقى الverb response بتاع العيان العنصر ده هياخد فيه اربعة اما من ناحية الموتور فالعيان مش بيسلم عليك وما بيسمعش الكلام جيت تقرسه من هنا راح شايل ايدك زائقها يبقى في الموتور response العيان هياخد كام خمسة يبقى بتاع العيان ده هتجمع تلاتة زائد اربعة زائد خمسة يعني بتاعه كام اتناشر ممكن تكتب وممكن تفصلها تكتب اي ثري في فور ام فايف اي اللي هي تبع الاي اوبننج واخد فيها تلاتة الفي اللي هي الverbal response واخد فيها اربعة الام اللي هو الموتور response واخد فيه خمسة وعموما العيان اللي يجي لك الجلاسكو كومس كيل بتاعه يكون تمانية او اقل من كده فدي معناها اصابة شديدة او العيان حالته مش كويسة بشكل كبير اما لو كان الجلاسكو كومس كيل بتاعه من 9 ل 12 فدي معناها اصابة متوسطة اما لو كان الجلاسكو من 13 ل 15 فدي معناها اصابة خفيفة او بسيطة وفي النهاية احب افكركم ان فيه شرح على القناة بتاعتنا خاص بالطوارئ زي مثلا ازاي تتعامل مع قلم الصدر في الطوارئ ازاي تتعامل مع عدة التعبان مع عدة الكلب ازاي تتعامل مع الضغط العالي مع السكر المرتفع والسكر المنخفض في الطوارئ وفيديوهات تانية كتير موجودة على القناة بتاعتنا بصراحة قناة لذيذة جدا تقدر تشوف الفيديوهات وتتفرج عليها وتشترك بقى وتعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم